أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل 55 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وذلك في أدنى حصيلة منذ أسابيع مقابل 289 حالة شفاء وثماني وفايات وأبرزت الوزارة أن 1.537.131 شخصاً تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضد لكوفيد-19 بينما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون ومائتين وتسعة وثمانين ألف وثلاثة وستين شخص فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 24 مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألفاً وستمائة وثمانية أشخاص ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 947.451 حالة فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 928.930 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14.721 حالة ترجمة نانسي قنقر